أهلا بكم معركة الموصل ستشكل نموذجا للعمليات العسكرية المستقبلية هذا ما توصل إليه معهد الحرب الحديثة التابع للأكاديمية العسكرية الأمريكية في وست بوينت في دراسة له حول الدروس المستفادة من المعركة بين عامي 2016 و2017 الدراسة تطرقت إلى المعركة من ثلاث نواحي مختلفة نبدأ بالنحية الاستراتيجية حيث تقول إنها أظهرت أن تخصيص قيمة سياسية للمدينة سينعكس قيمة عسكرية مرجعة ذلك إلى ظهور الموصل حين ذاك كعاصمة فعلية لتنظيم داعش وأضافت أن التحدي المستقبلي أمام القيادات العسكرية سيكون في كيفية تطبيق حملة إعلامية جيدة لإقناع المدنيين بمغادرة مدينتهم ومن ثم في توفير ملاجئة وغذاء لهم من الناحية العملية رأت الدراسة أن المعركة أثبتت أن قوى الدفاع عن المدن ستخسر الحرب بنسبة عالية لكن دفاعها أثبت قدرته على تعقيد ظروف الانتصار للطرف المهاجم بنحو كبير في مواجهة ميزات التخفي والقتال والمناورة وشن هجمات انتحارية يضاف إلى ذلك أن الموصل أظهرت كما هائلا من الموارد التي تحتاج إليها القوات المقاتلة لتحقيق النصر إلى جانب الإضاءة على تحدي الإنفاق على الذخيرة وانعكاساته ماديا ولوجستيا تكتيكيا صلطت الدراسة الضوء على دور الطائرات المسيرة ووصفته بغير العادي حيث استخدمت بفعالية من قبل طرفي المعركة مع إقرار واشنطن بعدم توفر قدرات مضادة لها في ترسانتها درس تكتيكي آخر حضر في الدراسة وهو أهمية استخدام المدرعات وحمايتها لضمان النصر إلى جانب الإشارة إلى أهمية الاستعداد لمواجهة السيارات المفخخة الموجهة من قبل المسيرات في الخلاصة قالت الدراسة أن المعركة قدمت دروسا قيمة حول كيفية شن حروب المدن في المستقبل وتنفيذ عمليات قتالية كبيرة في مناطق ذات كثافة سكانية واستخدام قوات متعددة لاختصاصات لفترات زمنية طويلة ترجمة نانسي قنقر